توقف سيد رئيس الحكومة في كلمته عند البلاغ الأخير لوزارة الداخلية والذي جاء مخبرا بتعليمة ملكية سامية تدعو للالتزام بمعايير الاستحقاق والكفاءة وتكافر الفرص ورب المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بهيئة رجال السلطة وبعد أن نوها رئيس الحكومة بهذه المبادرة الملكية السامية دعا إلى أن تعمم على باقي الإدارات وأن تواكبها إجراءات وخطوات عملية بما يمكن من القطع مع أي شكل من أشكال الفساد أو المحسوبية أو المجاملة في التعينة وأن يتم رفع مستوى التعامل مع تقرير هيئة الرقابة المجلسة على الحسابات مفتشية العامة للمالية وعدم التساهل أو التسامح مع أي إخلال بالمسؤولية مع أي مس بحرمة المال العام أو مس بقواعد الأخلاقية المنظمة للمرفق العمومي حيث أكد في نفس السياق على تفعيل دور المفتشيات العامة على المستوى الوزارات والشغال وفق برنامج سنوي وأن تبعث تقارير هذه هيئة إلى رئاسة الحكومة كما دعا إلى تفاعل بسرعة مع أي ملف أو تحقيق ينشر في الصحافة ويستند على مبررات معقولة من أجل القيام بالتحقيق اللازم على مستوى الإدارة المعنية وترتيب المسؤوليات على ذلك ولم يفت سيد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن يوجه التحية إلى الصحافة الوطنية إلى عموم المواطنين الذين يتفاعلون مع المبادرات التي تطرح في هذا الصدد ومنها مبادرة شكاية باعتبار أن هذه الشراكة التي تنشأ من أجل محاربة الفساد من أجل الرفع من جودة الخدمات العمومية من أجل معالجة أي تقصير أو اختلال هذه الشراكة تشكل إطار للعمل من أجل رفع مستوى الخدمة للوطن والخدمة للمواطنين